أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن الشركة العامة للبترول والمملكة بالكامل للدولة تتبوأ حاليا مركزا متقدما في إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية وذلك بعدما أصبحت ثالثة أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج جاء ذلك خلال رئاسة الملة أعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرنس حيث أوضح وزير البترول أن الدعم المستمر الذي أولته الوزارة للشركة منذ عام 2016 في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجابيا على تطور معدلات إنتاجها نتيجة مضاعفة حجم الاستثمارات عدة مرات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة